بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم. اهلا بكم مع ازاي الطربة وطربات الصف الاول الادادي. اهلا بكم في قناة زاكر الحساب وماس. كل سامن طيبين. بداية اه بداية ترمي جديد. اه يا رب نكون ان شاء الله بخير ويا رب ويا رب اللي كان بتاع معايا يكون جاب درجات كويسة في الترمي الاول. يا رب يا رب يا رب. اه لو يعني برضو لازم نستفق من الترمي الاول. هل يطر انت جاب له درجات حلوة? تبقى تمام كده كويس. يبقى انت المفروض بقت ايه? تكمل اللي انت بيبتدره دوت. اه لو انت تجاب درجات متوسطة او درجات مش عقبك اه مفروض تشوف ايه اللي كان غلط عندك ايه المشكلة اللي كانت عندك وغلطت في ايه وايه اللي انت بتحبوش في السؤال معين مسلا في الهندسة او في الجبر تحاول تقويه. اه تشوف مشكلتك ايه وتحلات ده ده لو انت ايه? لو انت كنت عايز اه تبقى تبقى كويس في الايام اللي جاية او عندك هدف وبتسع عليه. ممكن اي طالب يقول مسلا ايه انا عديت الحمد لله وخلاص ما يمنش بقى. لا في طلبة بتفرق معهم من درجة ودرجتين. في طلبة عايزين يطلعوا حاجة كبيرة اوي في المستقبل. فالحاجات دي بتفرق معهم. فانا فدول اللي بكلمهم. يعني شوف ايه المشكلة كانت عندك. ايه الجانب اللي انت قسرت فيه? وحاول تصلحه. حاول تحلل المشكلة ديت. اه باي طريقة حاول تاخد رأي حد اكبر منك. اه ولو في حاجة ممكن برضو تكلموني او تبعتولي. اه بالنسبة للترمي التاني الترمي التاني اه اوسع شوية من الترمي الاول. اه افكاره قطيرة. اه عن الترمي الاول. اه بيتكلم عن حاجات كتيرة قوي. بالذات في الجابر في افكار كتيرة. الهندسة هتبقى يا كده يكون يعني معظم اللي احنا خدنا في الترمي الاول هو هو اللي هناخده في الترمي التاني بس بالمع الفرق ان احنا هناخده بالايه? بحاجة اسمها البرهان. بالخطوات زي ما احنا كنا بناخد في الترمي الاول كده حاجة بسيطة كده فتسألت طبق هناخده بالبرهان. برهان يعني بالخطوات اثبت بالكام ده بالخطوات انك توصلت للحل ده. فده اسم برهان وده معك دايما وانت طالع بقى في الاعدادية وفي السنوة كمان. فا وبالنسبة للجابر افكاره كتيرة قوي. فالموضوع والترمي التاني اصلا صغير خالص. فالموضوع مش متحمل حاجة. فخليكم معايا اول باول. انا بالنحية الكتاب اللي هشرح منه انا بشرح من المعاصر. بس انا في حاجة كنت اعزا اقول لها لكم برضو يعني بالمرة كده. انا اه انا شفت كتاب الاضواء في الرياضة. بتاع اولي اعدادة وتاني اعدادة وتالت اعدادة بصراحة جميل جدا. جميل جدا في ترتيب افكاره. جميل جدا في اسئلته. جميل جدا في امتحاناته القدرات بتاعته. جميل جدا في كل حاجة. اه في تنسيق الكتاب. طبعا انا بعملش دعاية والله العظيم. انا اكتر ما يهمني مصلحة الطالب. طيب كتاب الاضواء انا كنت هشرح منه. بس علشان في ناس كتير همتبعاني من كتاب المعاصر. فقلت برضو هشرح من الاتنين بازن الله. انا كمدرس عملت مقارنة ما بين كتاب المعاصر وبين كتاب الاضواء. لا كتاب الاضواء اقوى. كتاب الاضواء اقوى. ليه بقى? اولا في الشرح متسلسل جدا وسهل جدا وسالس جدا. ادي حاجة. الحاجة التانية. اه الاسئلة بتاعته الترقمات الترقمية بتاعته كلها كلها اسئلة امتحانات. ادي تانية حاجة. تالت حاجة. عامل اه المراجعة او ملحق الاجابات بالذات في الهندسة. عامل الاسئلة محلولة بالتفصيل الممل. بالتفصيل الممل. بالتفصيل الممل. يعني لو واحد مسلا واقف على سؤال. اه يشوف اه اه يشوف كده الخطوات بتاعته. مسلا بالذات السؤال البرهان يشوف الخطوات بتاعته ويلاقي الموضوع كأن فهم درس حلل هالو. ده اللي عجبني فيه كمان. في كل حاجة. في كل حاجة. فعشان كده انا هشرح من المعاصر وهشرح برضو من الايه? من ضرب المتكرر في نون. الضرب المتكرر في نون في الاعداد النسبي. يعني الضرب المتكرر تخطب سنة ساتة. اللي هو الاسس. اللي هو الاسس. يعني ما اجا اقول لك مسلا اتنين في اتنين في اتنين في اتنين. ركز بقى لان ديت كل افكار الدرس. ركز معاه النبي. اتنين في اتنين في اتنين في اتنين. اتنين في اتنين في اتنين في اتنين في اتنين ضرب متكرر او اسس باخد اتنانية واحدة وبعدهم وبعتهم كلهم كم اتنين خمسة. تمام? كلهم كم اتنين خمسة. ابقيم تقول اه اهس اخمسة. طيب لما اقول مسلا تلاتة في تلاتة في تلاتة. باخد تلاتية واحدة. من دولت. وبعدهم واحد اتنين. حتى اللي انت اخدتها دية بتعدها برضو. واحد اتنين تلاتة. وبتعدها تلاتة اسي تلاتة. طيب نفس الكلام بقى بس بالإيه بقى في النون في العدادة النسبية لما اجا اقول لك مسلا خمسة على سبعة في خمسة على سبعة في خمسة على سبعة في خمسة على سبعة باخد منها واحدة خمسة على سبعة وطبعا هم كلهم كام اربعة بقول قس كام قس اربعة ده معنى كلمة الدربة المتكررة ده بتعال بقى ناخد كل جزئياته بقى ده الدربة المتكررة طيب القفرة بقى جاب لي ايه آآ قال لي مسلا واحد واتنين من عشرة في واحد واتنين من عشرة في واحد واتنين من عشرة. برضو اخد واحدة منها واقول اعدهم كلهم هيبقوا كام? قس تلاتة. طب تمام. اه لو انا قلت مسلا كمان اه اه لو انا قلت اه لو انا قلت مسلا ايه? جازر? اه تلت قس اتنين. بيساوي كام? اكس معاي. جازر تلت قس اتنين. جازر تلت اس اتنين. بيشيل جازر دا مع الاس التربيع دا. بيشيل الجازر دا مع التربيع دا يتفضل لايه تلت. طبعا بقى فيه طريقة تانية يقول لك ايه? ربع تحت الجزر الاول ستانة. يعني واحد في واحد بواحد وتات في تاتة بتسعة. دي مع لا كلمة اه اه اس اتنين. ابتنا بسان مرتين واحد في واحد بواحد وتاتة في تاتة بتسعة. تاسع اللي هو التلت. لأ اتسيبك من كل دة. اتاح. اثنينبغل بقى مستخدم بقى تضحك علي وامقال لي مسلا جزر طلت اهى قص ست عاملها ازاي دي? مية كويس قوي اخد الطلت دي زي ما هي? تمام? وجدي اسمه جزر التربيعي فبقسم الستة دي على الاتنين بقسم الستة دي على الاتنين بتاع جزر التربيعي يديلي كام تلاتة بقى التلت قص تلاتة يبقى يديلي كام واحد تلاتة في تلاتة في تلاتة بسبعة ايه? وعشرين. تلاتة في تلاتة بكم بسبعة وعشرين? اه ممكن يجي يقول لك برضو طبعا اه ممكن يجي يقول لك ايه? اه خمسة على الاربعة الكل قس اتنين. يعني تطلع الدارب انتو كانت بتاعها هيبقى خمسة في خمسة بخمسة وعشرين. اربعة في اربعة بكام بستاشر. ده معنى كلمة افك افك ايه? القس. طيب. واحد يقول لها مسترب طبعا انا هواجع في المغي دي. طبعا كل ده يتحقب على الحزب. لا يا حبيبي ما هواش اه ما تفتكرش نفسك زاكي ولا احنا اللاغبية. لا طبعا. لان هيجي يقول لك مبينا بالخطوات. هيجي يقول لك مبينا بالخطوات. يعني اطلع لخطوات. تمام? فالموضوع يعني انت بتتحكي عليها ولا بتتحكي على نفسك? لا طبعا. لازمة تتعلم صح. فده اه بنسبة لده ايه? الضرب المتكرر. طب افر بقى قال لي مسلا ايه? سالب واحد على السبع لكل قس تلاتة. سالب سبع لكل قس �로ت. يب reclaims هدرا في نفسه تلات مرات. السالب ده لما يكون قس فردي الرقم ده فردي. تمام? اللي الاعداد للفردي هي لا واحد ثلاثة خمسة سبعة كل مرة بزرد اتنيه. السالب ده قس فردي. هيطلع ليه هو زي ما هو. هو هو. والواحد قس تلاتة يعني واحد مضروف نفسه تلات مرات واحد في واحد في واحد بدينا واحد. والسبعة في سبعة هتدرا في نفسها تلات مرات. السبعة في سبعة بايه? في سبعة هتدرا في نفسها ايه كم مرة تلات مرات. هيبقى تسعة واربعين في سبعة. تلاتة وستين. اربعة في سبعة تانية وعشرين. وستة. هيبقى اه اربعة وتلاتين. تلتمية ايه اربعة وتلاتين. هيبقى سالب واحد على تلتمية اربعة وتلاتين. ده المسألة. افر بقى قلت لك بقى ايه? تعالى. اعمل لي ده مسلا على سرورة ضربة. متكرر. اللي هو ايه? ده. بيسوي كم على كم قس كم. طبعا ده سبعة وعشرين من ايه? هو عايفش حد يقول لي من مية. ده سبعة وعشرين من الف. اصلها شرط الكاس السبعة وعشرين تكتب فوق. والعلم هنا بعد تلات اركام. يعني فينا تحت تلات تصفات. واحط جنبهم لوحد. يعني اصلها سبعة وعشرين على الف. ايه في ايه في ايه بديني سبعة وعشرين? ايه في ايه في ايه بديني سبعة وعشرين فالتلات? وايه في ايه في ايه بديني الف? رقم في نفسه. تلات مرات يديني الف. لو مين? العشرة. بقى التلاتة على عشرة هي هي هي. تلاتة من عشرة. تلاتة من ايه? من عشرة. تمام? طيب. افر بايا برضو قالك ايه? اتنين وربع. اتنين وربع. يبني انا لازم ارفع احنا ارفع الكسر. اضرب وجمع. انا بس المقام. هنا مقام هنا اربعة. اضرب وجمع. اضرب وجمع. اضرب وجمع. اتنين اربعة بتمانية. تمانية واحد تسعة. التسعة دي جزرها كام? يعني ايه في ايه بديني التسعة? ثلاثة في تلاتة. وباخد ثلاثة. والا اربعة ده يا اتعل اتنين. يبقى تلاتة على الاتنين القل كل ايه? قس اتنين. قطوا له ايه? مش فالمحاجه. بروحة تاني كده. تاني. طبعا انت عارف ان التسعة دي كام في كام بديني تسعة? تلاتة في تلاتة. يبقى ايزا هنا كام بقت قس اتنين? اخد تلاتة واحدة قس اتنين. والله اربعة اتنين في اتنين. يبقى اتنين قس ايه? قس اتنين. يعني يعني مضراف نفسها مرتين. طيب برضو علشان تبقى فاهم معي كده كويس وتبقى الموضوع بالنسبة لك يبقى حالو. هتاخد الاركام التربعية تكتبها ورايا عشان تذاكرها. خلاص? الاركام التربعية. تمام? لما يقول لك الخامسة مربحة. ما نبدأش بالخامسة بقى. الاتنين مربحة. يعني مربحة يعني كان في كان بدهني اتنين اه اربعة. التربع بتاها. التلاتة التربع بتاها تسعة. خليبك ما ضرورنا بساقة مرتين. والاربعة بايه? بستاشر. الاربعة ده التربيعي يعني قس اتنين. التربعي يعني قس اتنين. كده يعني. الخمسة خمسة وعشرين الستة ستة وتلاتية السبعة تسعة واربعية التمانية اربعة وستين التسعة واحد وتمانين والعشر مئة للتربيعي طيب الاركام مثلا التكعيبية اللي هو القس تلاتة الاتنين قسات وثلاتة قسات تكعيب سبعة وعشرين والاربعة اربعة وستين والخمسة مية خمسة وعشرين. والستة ميتين وستاشر. والسبعة والتبالي والتسعة. خلاص? تكتبوا المرايج. وتحلهم. وتحفظهم قصدي. تحفظهم. تعالي ان اقول المعكوس ادقى الله. نركز بقى لانه كل الاسئلة دية عايزة فكر. عايزة في الكل. اسأل من دول عايزة فكر. المعكوس الدربي العدد اتنين على خمسة قصة صفر. هو عايزة المعكوس الدربي. لو انت كنت فاكرة هتقول لك ده داك واخداني في الترمي الاول. اه. هو عايزة في الترمي التاني? اه معاك. معاك يا حبيبي. المعكوس الدربي يعني اشقلب. اشقلب يعني خمسة على الاربعة تبقى اربعة على خمسة. هتقول له اه اتنين على الخمسة اتبقى خمسة على الاتنين. يابد ايه دا شوية? ايه دا شوية? بص. اعمل حسابك ان هكتحل لأي مسألة الجبر في الترمي التاني فاها فكرة. متسترعش بالراحة. ممتش حد بيجو وراك. المعكوس الدربي العدد اتنين على الخمسة قصي سفر. اتنين على الخمسة قصي سفر. احيالي دي الاول? هين بقول لي قصي سفر. اي عدد في الدنيا قصي سفر بواحد. اي عدد في الدنيا قصي سفر بواحد. حتى لو قال لك سالب تلتمية وخمستاشر على تمنمية وتسعتاشر قصي سفر بواحد. مفيش حد يحط بتاعه يقول لي دا ايه? ده جايب لي سالب. يبقى هنا سالب واحد. اي رقم في الدنيا. قص صفر بواحد هيقابلك كتير. هيقابلك كتير قوي قوي قوي. اي حاجة قص صفر بايه? بواحد. اي حاجة قص صفر بواحد. طب تمام. يبقى هنا طلعنا الكومة ده بكم? بواحد. قال لك انا عزل معكوس الداربي. يعني ان شاء ليه? الواحد ده اصنع على واحد. واحد على واحد فال واحد. شفت بقى من خمسة على تنبة واحد ازاي? المعكوس الجمعي يبقى عكس الاشارة. اكتبها في الجنب كده. اكتبها جنب لو انت بتنسى. عكس الاشارة. يعني سالب خمسة تبقى موجب خمسة. سالب اربعة تبقى موجب اربعة. سالب تاتة قص صفر برضو قص صفر بواحد. عايز المعكوس الجمعي يعني عكس الاشارة يبقى سالب واحد. طب فينا سالب واحد ما فيش هنا سالب واحد. يا مستر ده ما فيش هنا سالب واحد يبقى انا غلطان. يبقى لا اهدى شوية. هنا واحد وهنا سالب تلاتة وهنا تلاتة. ليه? ما هي تلاتة قصص صفر بواحد والسالب. تحط جريبة يقول سالب واحد. شوف دحك عليك ازاي? هتقول لي ازاي? ازاي انت كنت لسه كنت قيل لقينا سالب تلاتنوة خمشاعة تمنموة وتساعتاشر قصص صفر بقت بواحد مش بسالب واحد. ازاي انت انت بتغير كلامك? لأ ما حاطط لك هنا السالب برة. شوف هنا شوف السالب هنا جوه الكوس. اما هنا السالب ايه? برة الكوس. يبقى بي جي. يبقى انا حلت تلاتة قص صفر بكان بواحد والسالب برة اتحط له سالب. بيبقى ديها? هتبقى سالب واحد. افهم? افهم. المعكوس الدربي للعدد سالب واحد قص تلاتة. احل دي الاول. سالب واحد قص تلاتة. سالب واحد قص ده. يعني السالب واحد مضروف نفسه تلات مرات. او مش عارف تعمل كده. السالب الواحد ته طبعا واحد في واحد في واحد واحد والسالب ده قص فردي ولا زاوج ايه? قص فردي يبقى ينزل اي او لما تلاقي السلب والسعادة زوجي بيروح. السلب بيروح. واتنين في اتنين باربعة. خمسة في خمسة بخمسة وعشرين. وانا عايزك بعد كده. لما ديجي تحل ما تتأثرش بالاختيارات. يعني ما تبصش على الاختيارات وتقول انا انا نفسي ميالي نبرألف. انا هي شكلها نبراجين. مش بالشكل ولا بالاحساس. احنا بنحل الطلبة دلوقتي وصل لدرجة انها بتحل بالاحساس. يعني حاجة بصراحة معجزة. بقلنا ربع قصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص خمسة على اربعة. يبقى دي قس واحد بواحد زائد ربع. والواحد ده. هنا برضو بقول لي خمسة على تلاتة قس اتنين في تلاتة على خمسة قس صفر. طبعا قس صفر دي بكام بواحد. خلاص سبك مني. ليه? عشان هنا ده احملش ايه قيمة. ده اقدره في نفسه مرتين خمسة في خمسة بخمسة وعشرين وتلاتة في تلاتة بتسعة. بقت خمسة وعشرين على تسعة. بس خلاص كده. بقول لي انا ازا كان سم تسوي صات دي اكتر سؤال بيجي في المتحانات. في نتاتة على خمسة قس سين ناقصات. نركز مع بعض شواء بقى وتشغل الدموغة شوية. سم تسوي صات في نتاتة على خمسة قس سين ناقصات. سم تسوي صات يعني رقب يسوي نفسه. يعني مسلا ده بخمسة دي برضو بخمسة. باربعة دي باربعة. دي بتاتة دي برضو تلاتة. فلما اقول مسلا دي بخمسة ودي بخمسة يبقى سين دي بخمسة ناقص خمسة. خمسة ناقص خمسة صفر. يبقى تاتة على خمسة قصة صفر. اه? يبقى تاتة على قصة صفر كام? اي حاجة قص صفر? بواحد. طيب. الف على بقى لكل قصة اتنين. يبقى ده اصلا الف قصة اتنين على بقى قصة اتنين. اهو. الف قصة اتنين على بقى قصة اتنين. ما تدارها هداره في نفس مراتين وده برضه هداره في نفس مراتين. بقصة اتنين في الف است اتنين. دي تروح معدي ودي تروح معدي تفضل لي كام واحد? تفضل لي كام واحد? دعم من هنا بيطلع لي واحد. اهي? قال ابقه اصصف? ليه? عشان كنتا بواحد. اي حاجة اصصف بكام? بواحد. يا رب تكونوا فاهميه. يا رب تكونوا فاهميه. ازا كان السن بكزا اصصاد بكزا فانا سن اصصاد. لا هي السن بكام اهي بسالب نص? اكتب كده سالب نص. قص صاد لا قص تلاتة. ده الضرف نفس السالب قص فردي يطلع لزيه برة. اقوله يطلع لبرة. واحد اضرف نفسه تلات مرات بواحد واتنين في قص تلاتة بكمان بتمانية. بقيت سالب تومي. بقول لي ان ازا كان الساد بستة اه الساد قص ستا وعشرين. زي الساد قص سبع وعشرين. بسياب وصفر. فهنا كنت الساد بكم? هنا كنت الساد بكام? اه? واخد بالك. هنا كنت الساد هتطلع بسالب واحد. بسالب واحد? ايوة. ليه? هقول لك ليه? لان الساد هنا لما يكون بسالب واحد قص ستة وعشرين. طبعا هنا قص زوجي فالسالب هيتطلع فهتفضل لواحد. اما لما يكون السالب هنا قص الصاد هنا برضو نفس الكلام السالب قص فردي فبيطلع لي برة برة وواحد ما هترفق الدرة في نفسه سبع وعشرين مرة بواحد. بقت واحد ناقص واحد يديني صفر. صح ولا لأ? يبقى اي رقم قص فردي هتقول لك ما هينفع يعني سالب اتنين. لا يا حبيبي. السالب اتنين لما هتضرف نفسه ستة وعشرين مرة ده هتتغار خالص. اتغار خالص بالزوج هتبقى بالزوج ورقم كبير كمان. اما الواحد هتضرف نفسه ستة وعشرين مرة بواحد. هي هي. طب تمانية على سبع وعشرين بيساوي اتنين على تلاتة قصة كام. هنا بياخد عايز بقى ترجع له الضرب المتكرر. اتنين قصة كام يديني تمانية اتنين قصة تلاتة. طب تلاتة قصة كام يديني تسعة. زي ما قلت لك في الصفحة اللي فاتت لازم ان تحفظ الحاجات دي. اهو. تلاتة قصة كام يديني تسعة ده قصة اتنين. تلاتة قصة اتنين. طب اربعة وستين قصة اربعة قصة كام يديني اربعة وستين قصة تلاتة. عثوني اتعريب دت 것неúc انت متفهمني ده اللي حاجة انت بتتحفظ انا قلت لك الاربعة وستين ايه فإيه فإيه فإني ات مش حفظ اصلا مش حفظهјوا فإحفظه بالقاو. ده لازم نرفع الكسر اتنين قصة اربعة اتنين فاربعة تمانية تمانية واحد بكام تسع على اربع بارفع كاسر تلاتة قصة كام يديني تسعة تلاتا قص على اتنين. طب الباب الاربعة وستين في ستين. اربعة قس تلاتة. ودين لسه حلنا من شوية تلاتة على عشرة تلاتة قس ايه? بديني سبعة عشرين. تلاتة قس تلاتة. ازا كانت سنبك السنة على صد بيسوي رقم ده فإن السنة على صد قس تلاتة. سنة على صدق هي? هي هي. يبقى سالب على اتنين على خمسة. وقال لي هنا قس تلاتة قس تلاتة. السلب ده قس فردي طلع لي برة. اتنين قس تلاتة يعني اتنين في اتنين في اتنين بتمانية. خمسة في خمسة بخمسة مية خمسة وعشرين. ده الناتك. طب قال لي انا? قال لي انا الجيم بكزا والدال بكزا. فقالنا الجيم على تلاتة قصة اتنين. يبقى الجيم بسالب تلاتة على ده اللي هي سالب خمسة الكل قصة اتنين. السلب ده يروح مع السالب. بقى التلاتة على خمسة قصة اتنين. تلاتة في تلاتة بتسعة. خمسة في خمسة بخمسة وعشرين. الف على بقى بيساوي اتنين من عشر يبقى اصلاق اتنين على عشر. قال لي هنا قس تلاتة. الف على بقى ده هي تلقى لسه مطلعة ده قال لي قس تلاتة. قس تلاتة. يعني اتنين في اتنين في اتنين بتمانية. عشب 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 الف. بقى التمانية على الف او تمانية من الف. تمانية من الف. جيت ازاي ديت? بنازل التمانية زي ما هي. والتلات صفار يتحولوا لتلات علامات. يتحطوا وعيدات ارقام واحد. ما حدش في اتنين تلاتة حط صفر من عندي وراء. مش قدام لأ وراء. ماشي اولاد? طيب هنا بقولي ازا كان السن بكزا والصد بكزا. فهنا سن تربيع صد تربيع. السن تربيع صد تربيع. ركزوا معاها بقى في الحتة دي. ماشي. السن تربيع صد تربيع. خلاكم الحتة ده برضو اكتبوهم ملحوظة مهمة. هي هيها. انا ممكن اخد سن وصد لوحدهم جنبهم بعض كده وحطوهم من الاتنين في كارتونة واحدة وفاكم واحد شام Ha واحد وسميه قس اتنين. تمام؟ يبقى انا خدت السن لوحدة والصد لوحدة قس اتنين ما دي قس اتنين دي قس اتنين خدتهم السين والساد والكل قس اتنين. السن بي كان بقى اللي بنص فيه تبعا هنا فيه مس يا ما بتكتبش الصد الصد بي كان باتنين على تلات. الكل قس اتنين. ابسط الكسر الاول. اللي اتنين دي هتروح مع الاتنين دي. بستو مكام. اتفضل واحد على تلاتة قس اتنين. واحد في واحد بواحد وتلاتة في تلاتة بكام بتسعة. وده السؤال بيجي كتير جدا برضو في الامتحانات. يبقى انا خدت السين صادر كل ايه قس اتنين. هنا الرقم ده السالب قس فردي. السالب ده قس فردي فهيطلع لي زي ما هو. ونص قس تلاتة واحد في واحد بواحد. واتنين قس تلاتة بتمانين. هنا برضو نفس الكلام. هنا السالب قس زوجة فيطير. اتفضل السالب ده. واحد في واحد بواحد واتنين في اتنين بكم باربعة؟ هنا اضرب المقامات في بعض اتنين وثلاثين واعمل سالب واحد فاربعة بسالب اربعة وهنا السالب امنيين. هيديني سالب اتناشر على اتنين وتلاتين ووسط واعمل لايه اه اختصى اللابسة الصورة وبعد كده ستطلع الايه النات كده. اطلع بتقريبا باربعة. اه آآ باليه بينيان. هنا اتنين قس اتنين زي الاتنين قس اتنين بيس augmentة ده اكتر برضو وده برضو سؤال بيجي كتير جدا. طب قبل ما حيل السؤال ده في سؤال تاني حلو قوي بيقولك ايه? نصف العدد اتنين قص عشرة. نص العدد اتنين قص عشرة ايه? في طلب اكترى جدا. يوم قولك ايه? اتنين قص عشرة نصها اتنين قص خمسة. او واحد يقول ليه اللي اتنين ده قصة نصها واحد والعشرة ده قصة نصها خمسة واحد قصة خمسة. دي غلط ودي غلط. يما نص في العالة اتنين قصة عشرة. لما اقول لك نص آآ نص التمانية ايه? هتقول له اربعة. جبتها ازاي? اسمت التمانية على الاتنين. ما انت قلت نص ما هيدي برضو نفس الكلم كده. اتنين قصة عشرة على الاتنين. على الاتنين. بقى فيه هنا على. والقصص او في الاسمة القصص بتترح. اكس بقى قوي. في الاسمة القصص بتترح. القصص بتترح. ركز قوي. يبقى في الاسمة القصص بتايه? بتترح. وهتقول له هنا فين قص? آه هنا قص. قص واحد. بس ما ما كتبش. هاخد اتنين واحدة. واقول عشرة ناقص واحد يديني كام تسعة. طب لو اقولت لك ايه? العدد تلاتة قصة خمستاشر. تلت يعني هقسم على تلاتة. تلاتة قصة واحد. هاخد تلاتة واحدة. واقول خمستاشر. ما عشرة دي اسم. ناقص واحد يديني كام? اربعتاشر. يديني كام ولاد? اربعتاشر. خلاص? طيب. هنا اتنين قصة اتنين. زي وقول في وعدهم. كنا كام? تلاتة ايه اتنين. واحد اتنين. وفي الضرب القص بتجمع اتنين دي قص واحد. اخل اتنين ناية. واقول اتنين زائد واحد ديني كام تلاتة. بقيت اتنين قص تلاتة. اتنين قص كام تلاتة. يا بنا خدت منها ايه? واحدة. خدت منها ايه? واحدة. طب كمان مسألة زي ديت? لما اجا اقول لك مثلا برضو خمسة قص تلاتة. زائد خمسة قص تلاتة. زائد خمسة قص تلاتة. زائد خمسة قص تلاتة. زائد خمسة قص تلاتة. اخد منها واحدة خمسة قص تلاتة. واقول في وعده. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. خمسة. والخمسة قص واحد اخد خمسة واحدة. واجمع دي معدي ديني كام? اربعة بقت خمسة قص اربعة. هنا تهات على الاربعة وتسعة على ستاشر سبعة عشرين على ساعة. هنا التلاتة تسعة. يبقى كنا اتضبط نفسها مرتين. صح او لا? والتسعة بقى سبع وعشرين. ايه? التلاتة درب في تلاتة يدايني تسعة. والتسعة ضربة في تلاتة يدايني سبعة وعشرين. ي騙 سمعة عشين برضو اتضرب تلاتة. häוקا واحد وتمانين. وهنا الاربعة بقت ستاشر. بقى ضرب الاربعة فاربعة استاشر. وستاشر فاربعة بالاربعة والستان. كل بيضر في اربعة. طب هني ادرب الاربعة وستين فاربعة برضو. هيدي لي متين ستة وخمسية. الواحد تمانين برضو هنضربه في تلاتة. هيطلع لي تقريبا ميتين تلاتة واربعين. على. المتين ستة وخمسين اضربة فاربعة. هيطلع لي الف اربعة وعشرين. كويس? تمام تمام. طب مين من العدد الاكبر هنا? ده ولا ده? طبعا هيكون مين? هنا السلب قصفار دي. هيبقى السلب ده هيبقى موجود. وده ما فيش هنا سالب. يعني هنا موجب. من الاكبر الموجب ولا السالب الموجب. يبقى اه رابع قس اتنين. ده طبعا هتضرب برضو الاعداد برضو في نفسها برضو مرتين. ده ضربه متكرر. نص قس قس تلت برضو هتضرب في نفسه تلات مرات. وده برضو هتضرب في نفسه تلات مرات. ده طبعا هتطلع بواحد. الحاجات ده كلها سهل. طبعا ده برضو ما ارفع الكسر فكرة المسألة. يبقى كلا وهنا خمسة. واحد خمسة بخمسة واحد يبقى ستة. ستة على خمسة لكل ستة. ستة بستة بتلاتين والخمسة بخمسة بكام? بخمسة وعشرين. طب ده اربعة من مية اصلها اربعة على مية. طب ده واحد نقص واحد وتلتين. احل الكوس الاول. احل الكوس الاول. طب واحد وتلتين. واحد فتاتة بتلاتة. ارفع الكسر. واحد في تلاتة بتلاتة واتنين. يبقى خمسة. يبقى خمسة على ايه? على تلاتة. ناقص واحد. الواحد ده اصله على واحد. تعالى كان نكريبا كده. واحد على واحد نقص خمسة على تلاتة. يلا. اضرب مقامات واحد في تلاتة. واحد في تلاتة. ناقص واحد في خمسة. حيديدني سالب اتنين على تلاتة. يبقى سالب تلتي. قسة اتنين. اهو. يبقى سالب اتنين على تلاتة عشان قال لي كل ده قسط اتنين. تلاتة في تلاتة بتسعة. سلب في سلب وموجة بيطير. واتنين في اتنين باربعة. بقت النادج اربعة على تسعة. خلاص? ده اول درس بازن الله. آآ ان شاء الله الحسلة جاي برضو هتبقى مراجعة برضو عن نفس الدرس. هجيب لكم تعملين من الكتاب الاضواء. عشان الدرس ده في افكار كتير. وكتاب الاضواء جاي باسئلة متحنات كلها. وده اللي عاجبني. يعني ده اسئلة متحنات تكتب مع اصر برضو بتيجي في في او او او. بس اكتاب الاضواء كله اسئلة متحنات. فعشان ايه? لما تشوفوا السؤال ما يبقاش عندكم حاجة غريبة. او آآ تبقى انت لام الموضوع كل من اوله. وممكن نخلي كل درس على حس طين. ما يبقاش على حسة واحدة. عشان مبقاش كاروتة. شكرا لخير بازن الله. والسلام عليكم ورحمة الله.